بسم الله الرحمن الرحيم يسُرُّ الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تُقدِّم لكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى كتاب صلاة الخوف يعني في وقت الجهاد في سبيل الله وقول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جُناح فليس عليكم جُناح أن تقصروا من الصلاة أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدواً مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقوا طائفةٌ منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفةٌ أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ودَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إن كان بكم أذن من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعدَّ للكافرين عذابًا مُهِينًا جلَّ جلاله الله عز وجل بيَّن لنا صلاة الخوف فالصلاة لابُدَّ من أدائها مهما كان الأمر بقدر الاستطاعة الصلاة عماد الدين لابُدَّ من أدائها بقدر الإمكان حدَّثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزُّهري قال سألته هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الخوف قال أخبرني سالم أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال وزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجل فوازينا العدو فصاففنا لهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلي لنا فقامت طائفة معه تُصلي وأقبلت طائفة على العدو وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتي ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تُصلي فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين صلاة الخوف في وقت الجهاد في سبيل الله قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقامت طائفة معه قسم الجيش كسمين كسم يُصلُّون مع النبي صلى الله عليه وسلم فقامت طائفة معه تُصلي وأقبل نعم وأقبل الطائفة على العدو الطائفة الأخرى أمام العدو يحرسون المُسلِّين وأقبل الطائفة على العدو وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين أن يركعه كاملة ثم انصرفوا النبي قائم وهم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تُسلِّ فجاءوا فجاءت تلك الطائفة فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعا وسجد سجدتين ثم سلَّم فقام كل واحدٍ منهم فركع لنفسه ركعا وسجد سجدتين صلاة الخوف قسم الجيش قسمين قسم يُصلُّون معه ركع واحدة وقسم يحرسون المُسلِّين فإذا صلى الذين معه ركعه قام النبي صلى الله عليه وسلم وهم ذهبوا مكان إقوانهم الذين لم يُصلُّوا وجاء أولئك وصلُّوا ركعه مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلَّم النبي صلى الله عليه وسلم فقام كل واحدٍ منهم من الطائفة الأولى والطائفة الثانية فجاءوا فركع فركع لنفسه ركعةً وسجد سجدتين هذه الصفة من صفات صلاة الخوف إذا كان العدو في جهةٍ غير جهة القبلة باب صلاة الخوف رجالًا وركبانًا راجلٌ قائمٌ رجالًا يعني قيامًا يُصلُّون وهم قائمون أو راكبون على الخيل والإبل رجالًا أي على أرجلهم وركبانًا أي على إبلهم أو خيلهم يُصلُّون كلٌّ منهم الألماشي يُصلِّي وهو قائم والراكب يُصلِّي وهو راكب فريق الركوع والسجود بالإشارة إشارة الرأس حدَّثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدَّثني أبي قال حدَّثنا بن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما نحوًا من قول مُجاهد إذا اختلطوا أي إذا اختلط المسلمون مع العدو في الجهاد إذا اختلطوا قيامًا يعني على أرجلهم وزاد بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا أكثر من ذلك يعني الخوف شديد فليُصلُّوا قيامًا وركبانًا أي الذي على رجله يُصلِّي وهو قائم والذي راكب يُصلِّي وهو راكب وإشارة الركوع وسجود بالرأس فالصلاة عماد الدين لا بدَّ من أدائها بقدر الإمكان لا بدَّ من أداء الصلاة الصلاة عماد الدين فعلينا أن نُحافظ على الصلاة وأنحن في أمرٍ وأمان والحمد لله فيجب أداء الصلاة على أوقاتها والرجال مع الجماعة بابٌ يحرُسُ بعضهم بعضًا في صلاة الخوف حدَّثنا حيوة بن شريح قال حدَّثنا محمد بن حرب عن الزبيد عن الزُّهر عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتوَى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكبَّر وكبَّروا معه وركع ناسٌ منهم ثم سجد وسجدوا معه ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم وأتَت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم في صلاة ولكن يحرُسُ بعضهم بعضًا هذا إذا كان العدو أمامهم جهة القبلة يكبِّروا معه تكبيرةً لحرام ويركعوا معه وعند السجود يسجد الذين وراء الإمام وراء الإمام وصفُّ الثاني يحرُس المسلِّين ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم وأتَت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم في صلاة ولكن يحرُسُ بعضهم بعضًا هذه الصفة فيما إذا كان العدو أمامهم جهة القبلة وصفةُ الأولى فيما إذا كان العدو في جهةٍ غير جهة القبلة بابُ الصلاة عند مناهضةُ الحصون ولقاء العدو وقال الأوزاعي رحمه الله إن كان تهيَّ الفتح يعني قرب الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلُّوا إيماءً أي بالإشارة كل مرءٍ لنفسه إذا كان الخطر شديد والفتح يُشِك أن يكون قريب فيُصَلُّون بالإشارة كلٌّ يُصَلِّي لنفسه الماشي على رجله والراكب على فرسه الركوع والسُّجود بالإشارة وقال الأوزاعي رحمه الله إن كان تهيَّ الفتح أي قرب الفتح ولم يقدروا على الصلاة عن جماعة صلُّوا إيماءً أي كل مرءٍ لنفسه صلَّوا فرادا كل مرءٍ لنفسه الماشي على رجله والقائم والراكب على فرسه فإن لم يقدروا على الإيماء على الإشارة أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيُصَلُّوا ركعتين فإن لم يقدروا صلُّوا ركعة وسجدتين لا يجزئهم التكبير فيؤخروها حتى يأمنوا وبه قال مكحول رحمه الله وقال أنس رضي الله عنه حضرت عند مناهضة حصني تُستر حسن من حصون الكفار عند إضاءة الفجر واشتدَّ اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة ولم نُصلِّ إلا بعد ارتفاع النهار وصلَّيناها ونحن مع أبي موسى رضي الله عنه ففُتِح لنا نصر الله المسلمين وقال أنس رضي الله عنه وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها حدَّثنا يحيى قال حدَّثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء عمر رضي الله عنه يوم الخندق يوم الأحزاب حينما تمالأ المُشركون واليهود لقتال النبي صلى الله عليه وسلم جاء عمر رضي الله عنه يوم الخندق وجعل يسب كفار قريش ويقول يا رسول الله ما صليت العصر يعني بالانشغال بالجهاد حتى كادت الشمس أن تغيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا والله ما صليتها بعد قال فنزل إلى بُطحان اسم مكان فتوضَّى وصلَّى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب بعدها ترتيب الأوقات صلى العصر ثم صلى المغرب باب صلاة الطالب والمطلوب يعني في الجهاد في سبيل الله قال وقال الوليد ذكرت للأوزاع رحمهم الله صلاة شرح بيل ابن السمت وأصحابه على ظهر الداب صلَّوا وهم ركوب فقال كذلك الأمر عندنا إذا تخوّف الفوت واحتجَّ الوليد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يُسلِّينَّ أحدٌ للعصر إلا في بني قريضة يعني أراد منهم أن يستعجلوا في السيد حدَّثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدَّثنا جويلية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب لا يُسلِّينَّ أحدٌ للعصر إلا في بني قريضة فأدرك بعضهم فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نُسلِّي حتى نأتيها أي إلى بني قريضة فقال بعضهم بل نُسلِّي لم يُرِد منا ذلك ما أراد منا الأخير الصلاة إنما أراد منا أن نستعجل في السيد فذُكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يُعنِّف واحدًا منهم لأنهم كلهم أرادوا الخير فصلَّوا في أثناء الطريق وآخرون أخروا حتى وصلوا إلى بني قريضة وكلهم يريدون طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم باب التبكير والغلس للصبح والصلاة عند الإغارة والحرب عند الإغارة على العدو حدَّثنا مسدَّد قال حدَّثنا حمَّاد عن عبد العزيز بن صهيب وثابت البُناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس أي في أول وقت الصبح ثم ركب وقال الله أكبر خربت خيبر لأنه كان بها اليهود إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ فَخَرَجُوا أي خرج اليهود يسعون في السكك في الطرقات فيقولون محمَّدٌ والخميس أي هذا محمَّدٌ ومعه الجيش الذي مركب ركَّب من خمسة أجزاء مُقَدِّمَة ومُؤخِّرَ وقَلْب ومَيْمَنَة ومَيْسَرَ يعني أجزاء الجيش فظهر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل المُقاتلة من اليهود وسباء الذرِّية النساء والأطفال فصارت صفية لدحية الكلب عندما نصرهم الله دحية ابن خليفة الكلب رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يُعطيه من السبي فأعطاه قال له خذ فأخذ صفية دحية أخذ صفية ثم قال الناس للنبي صلى الله عليه وسلم إن صفية لا تصلح إلا لك فطلبها من دحية فأبى حتى أعطاه سبعة مقابل صفية فأخذ صفية رضي الله عنها صارت أمًا للمؤمنين فلما حاضت وبرئت بنى بها صلى الله عليه وسلم فهي أم المؤمنين وصارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تزوجها وجعل عتقها صداقها عتقها وجعل العتق صداق وقال عبد العزيز لثابت يا أبا محمد أنت سألت أنسا ما أمهرها أي ماذا أعطاها من المهر قال أمهرها نفسها يعني عتقها هو صداقها فتبسم رضي الله عنه كتاب العيدين عيد الفطر عيد الأضحى باب في العيدين والتجمّل فيه يعني ينبغي لبس أحسن الثياب والتطيّب والتسوّك بأيام الجمع والعيدين لأن فيه اجتماع المسلمين وفيه اجتماع الملائكة عليهم السلام وينبغي أن يلبس المسلم بيوم الجمعة وأيام العيد من خير ثيابه وأما الحريفة محرّم على الرجال والذهب محرّم على الرجال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما قال أخذ عمر رضي الله عنه جبّة من استبرق من حرير جبّة حرير تباع في السوق فأخذها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ابتع هذه أي اشتري هذه تجمّل بها للعيد والوفود فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له الحرير محرّم على الرجال ولم ينكر عليه التجمّل للعيد إنما أنكر عليه لبس الحرير فلبس عمر رضي الله عنه ما شاء الله أن يلبس ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبّة ديباج جبّة حرير فأقبل بها عمر رضي الله عنه فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إنك قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له أي الحرير محرّم على المسلم الرجل المسلم يحرم عليه لبس الحرير وأما المرأة فالحرير مباحٌ لها والذهب محرّم على الرجال ومباحٌ للنساء قال وأرسلت إلي بهذه الجبّة وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيعها أي ما أعطيتكها تلبسها تبيعها أو تصيب بها حاجتك باب الحراب والدرق يوم العيد الحراب الذي يحارب به العدو والدرق هو الترس الذي يتقي به الرجل ضربات عدوه حدَّثنا أحمد قال حدَّثنا ابن وهب قال أخبرنا عمر أن محمد بن عبد الرحمن الأسد حدَّثه عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان يعني بنتان صغيرتان تغنياني بغناء بعاث تغنياني بأبيات حربية قال قيلة وقت الحرب فيها ذكر الشجاعة والحرب فاتجع على الفراش النبي صلى الله عليه وسلم وحول وجهه أليل جهة أخرى ودخل أبو بكر رضي الله عنه فانتهرني أي زجر عائشة وقال مزمار الشيطان أي هذا الغناء عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما يعني أيام عيد وهن بنات صغار وينشذن أشعار حربية ليس فيه ذكر الخمر ولا ذكر النساء ولا ذكر الفواحش فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر دعهما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ولما غفل أي النبي عليه الصلاة والسلام غمزتهما فخرجتا أي غمزت الجاريتين فخرجتا وكان يوم وكان يوم عيد يلعب فيه السودان بالدرق والحراب يعني تمرين على الجهاد في سبيل الله يقفزون ويلعبون بالحراب يتمرنون فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين يعني إلى لعبهم فقلت نعم فأقامني وراء خده على خدي وهو يقول دونكم يا بني أرفذ أي يشجع هؤلاء لأن هذا يعين على الجهاد في سبيل الله حتى إذا مللت أي سئمت قال حسبك أي يكفيك قلت نعم قال فاذهبي ففيه ففيه جواز اللعب بالحراب والدرق للتمرين على الجهاد لسبيل الله وهي نظرت إلى لعبهم لا إلى أشخاصهم وهو يسرها صلى الله عليه وسلم باب سنة العيدين لأهل الإسلام حدثنا حجاج قال حدثنا شعبا قال أخبرني زبيت قال سمية الشعب عن البراء رضي الله عنه قال سمية النبي صلى الله عليه وسلم يخطر فقال إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر ومن فعل وقد أصاب سنتنا هذا في عيد الأضحى الأضحية لا تذبح إلا بعد الفراغ من صلاة العيد ومن ذبح قبل صلاة العيد فليست بأضحية عليه أن يعيد أخرى فالأضحية تذبح بعد الفراغ من صلاة العيد حدثنا عبده عبد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت دخل أبو بكر رضي الله عنه وعندي جاريتان يعني بنتان صغيرتان من جوار الأنصار رضي الله عنهم تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث يعني أشعار حربية قالت وليست بمغنيتين عن ابنتين صغيرتين ما تعرف الغناء فقال أبو بكر رضي الله عنه أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا بنات صغار ينشدنا أبيات قيلة في الحرب فيها ذكر الشجاعة والحرب وأما الغناء الذي فيه ذكر النساء وذكر الخمر وذكر الفواحج هذا الغناء حرام فاب الأكل يوم الفطر قبل الخروج يوم عيد الفطر تأكل قبل خروج إلى صلاة العيد عيد الفطر حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثناه شيء قال أخبرنا عبيد الله ابن أبي بكر ابن أنس أن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر أي يوم عيد الفطر حتى يأكل تمرات يأكل تمرات قبل خروج إلى صلاة العيد وقال مرجاء ابن رجاء حدثني عبيد الله قال حدثني أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن ويترا يعني ثلاث حبات أو خمس حبات أو سبع حبات ويترا قبل الخروج لصلاة العيد باب الأكل يوم النحر يوم عيد الأضحاء حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فليعد من ذبح الأضحية قبل الصلاة فليعد ذبيحة أخرى فقام رجل فقال هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر من ديرانه وكأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه قال وعندي جذع أحب إلي من شاتي لحم فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا ألا كل حال الأضحية حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له هل اتذبح الوضحية قبل صلاة العيد لا تعتبر الوضحية لعليه أخرى فقال أبو بردة ابن نيار خال البراء رضي الله عنهما يا رسول الله فإني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتك فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آت الصلاة قال شاتك شات لحم ليست أضحية لأنها قبل الصلاة العيد قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا لنا جذع في أحب إلي من شاتي أفتجزي عني قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك إذا كانت ميضان ولم تكمل ستة أشهر لا تعتبر وضحية ولكن هذا لأنه قد ذبح قبل الصلاة سمح له أن يذبح التي عنده ولو كانت لم تبلغ الوقت لم تبلغ السن وقال ولن تجزي عن أحد بعدك باب الخروج إلى المصلى مصلى العيد في الصحراء بغير منبر حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن عياذ بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى أي محل صلاة العيد في الصحراء وأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف ويقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم ويعظهم ويوصيهم ويأمرهم فإن كان يريد أن يقطع بعثا للجهاد قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف قال أبو سعيد رضي الله عنه فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر ولما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير ابن السلط فإذا مروان يريد أن يرتقيه أي يصعد المنبر قبل أن يسلي فجبلت ثوبه أنا خدته بثوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة أني خالف السنة لأن الصلاة العيد قبل الخطبة وقلت له خيرتم يعني السنة والله فقال أبا سعيد فذهب ما تعلم وقلت ما أعلم ما كان عليه الرسول وخلفائه رضي الله عنهم وقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم فقال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة وجعلتها قبل الصلاة يعني خالف السنة صلاة العيد قبل الصلاة قبل الخطبة ومروان خالف السنة خطب قبل الصلاة وأنكر عليه أبو سعيد رضي الله عنه باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحاء والفطر ثم يخطب بعد الصلاة صلاة العيد قبل الخطبة حدثنا حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سميته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة قال وأخبرني عطاء أن ابن عباس رضي الله عنهما أرسل إلى ابن الزبير رضي الله عنهما في أول ما بوي على إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر وإنما الخطبة بعد الصلاة وأخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحاء وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدأ بالصلاة ثم خطب ثم خطب الناس بعد ولما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال رضي الله عنه وبلال باسط ثوبة يلقي فيه النساء صدقا قلت لعطاء أترى حقا على الإمام الآن أن يأتي النساء ويذكرهن حين يفرق قال إن ذلك لحق عليهم وما لهم ألا يفعلوا وحث النساء على الصدق فبلال يبسط ثوبة وهن يلقينا في ثوب بلال لأن مس المرأة الأجنبية لا يجوز ليرمينا في ثوب بلال باب الخطبة بعد العيد قدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جري قال أخبرنا الحسن ابن مسلم عن طاوس عن ابن عباس قضي الله عنه وما قال شهدت العيد أي حضرت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة صلاة العيد قبل الخطبة حدثنا ياقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو سام قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنه وما يصلون العيدين قبل الخطبة عيد الفطر وعيد الأضحى حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد ابن جبيل ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها ثم أتى النساء ومعه بلال رضي الله عنه فأمره النبي الصدق فجعلنا يلقينا تلقي المرأة خرصها الذي في الأذن وسخابها الذي في العنق حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا زبيد قال سمية الشعب عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر أي الأضحية ومن فعل ذلك وقد أصاب سنتنا ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسوك في شيء أن عليه أن يعيد أخرى فقال الرجل من الأنصار رضي الله عنهم يقال له أبو بردة ابن نيار رضي الله عنه يا رسول الله ذبحت وعندي جذع خير من مسنة وقال جعله مكانه ولن توفي أو تجزي عن أحد بعدك في الأضحية إذا كان من الضان تم له ستة أشهر وإذا كان من المعز سنة كاملة وإذا كان من الإبل خمس سنوات وإذا كان من البقر سنتان في الهدي والأضحية هذه الأسنان باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم وقال الحسن رحمه الله نهو أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا حدثنا زكريا وابن يحيى أبو السكين قال حدثنا المحاربي قال حدثنا محمد ابن سوق عن سعيد ابن جبير قال كنتم أبن عمر رضي الله عنهما حين أصابه سنان الرمح يعني جرح بسنان الرمح في أخمص قدمه فلزقت قدمه بالركاب فنزأتها وذلك بمن فبلغ الحجاج فجعل يعوده يعود ابن عمر وقال الحجاج لو نعلم من أصابك وقال ابن عمر رضي الله عنهما أنت أصبتني لأنك سمحت بلهم أني أدخلوا بالسلاح قال وكيف قال حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم يعني إذا لم يكن هناك عدو حتى لا يؤذي الناس حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثني إسحاق بن سعيد بن عمر بن سعيد بن العاص عن أبيه قال دخل الحجاج على ابن عمر رضي الله عنهما وأنا عنده وقال كيف هو وقال صالح وقال من أصابك قال أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمره يعني الحجاج باب التبكير إلى العيد وقال عبد الله بن بسر بحمه الله إن كنا فرغنا في هذه الساعة وذلك حين التسبيح يعني وقت الضحى حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا شعب عن زبيت عن الشعب عن البراء رضي الله عنه قال قطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر أن يعيد الأضحى ومن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل أن نصلي فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من أن نسك به شيء من عليه أن يعيد فقام خالي أبو برده ابن نيار رضي الله عنه قال يا رسول الله أنا ذبحتك قبل أن أصلي وعندي جذع خير من مسنة قال اجعلها جعلها مكانها أو قال اذبحها ولن تجزي أي جذع عن أحد بعدك من الجذع من المأس أما الجذع من الضان تجزي ثم لها ستة تشر أما جذع من المأس فلا لابد أن تكون مسنة لكن هذا الصحابي لما ذبح قبل الصلاة وأراد أن يعيد وكان عنده هذه فرخص له الرسول عليه الصلاة والسلام ولن تجزي جذع عن أحد بعدك باب فضل العمل في أيام التشريق أيام التشريق بعد يوم النحر الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هذه أيام التشريق وقال ابن عباس رضي الله عنهما بقوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات قال أيام العشر عشر ذي الحجة والأيام المعدودات أيام التشريق الأيام المعلومات أيام العشر من أول من أول هلالة الحجة إلى تمام العشر وأما أيام التشريق فهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وكان عن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه قالوا ولا الجهاد قالوا ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجى بشيء أي استشهد فالأعمال الصالحة في أيام العشر لها ميزة ولها أجر عظيم عند الله عز وجل في عشر ذي الحجة من صلاة وصدقة وعمل صالح باب التكبير أيام من وإذا غدا إلى عرفة اللهم بلغنا حج بيتك الحرام بالأمن والإيمان والصحة والعافية والقبول والتوفيق أنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات فتكبير الله عز وجل تعظيم له وشكر له على ما نعم جل جلاله وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منه تكبيرا سناء على الله وتعظيما لله وشكر لله جل جلاله وكان ابن عمر رضي الله عنه يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فستاته ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا وكانت ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها تكبر يوم النحر وكنا النساء يكبرن خلف أباني بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريط مع الرجال في المسجد لكن المرأة تخفي صوتها لأن الصوت والمرأة فتنة تكبر بينها وبين نفسها حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني محمد بن أبي بكر الثقفي قال سألت أنسا رضي الله عنه ونحن غاديان من منا إلى عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يلبي الملبي لا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه وهم يغدون من منا إلى عرفة منهم من كان يلبي ومنهم من كان يكبر ولا ينكر أحدهم على الآخر حدثنا حدثنا محمد حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن عاصم عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خذرها حتى نخرج الحيض فيكفز فيكن خلف الناس فيكبرنا بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته من أيام الله والنساء يخرجنا متلففات متسترات متحجبات والحيض يبتعدنا عن مكان الصلاة ويحضرنا الخطبة والتكبير ودعاء الله عز وجل باب الصلاة إلى الحرب يوم العيد يعني يغرز الحرب يجعلها سترة ويسلي وراءها حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تركز الحرب قدامه يوم الفطر والنحر ثم يصلي يعني يتخذها سترة من مر من مر وراءها لا يأثم والمصلي لا يحصل عليه نقص باب حمل العنزة العنزة عصى في أخرها حديدة تغرز سترة أمام المصلي باب حمل العنزة أو الحرب بين يدي الإمام يوم العيد عن سترة أمام المصلي حدثنا إبراهيم ابن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمر قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ما قال فأنا النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه ويصلي إليها يعني عصى بآخرها حديدة تغرز في الأرض وتكون سترة أمام المصلي باب خروج النساء والحيض إلى المصلى يعني بصلاة العيد حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حمد عن أيوب عن محمد عن أم عطية وضي الله عنها قالت أمرنا أن نخرج العواتق الأبكار وذوات الخدور وأن أيوب عن حفصة بنحوه وذات في حديث حفصة قال أو قالت العواتق وذوات الخدور العواتق الأبكار وذوات الخدور كذلك الأبكار المتسترات ويعتذلنا الحيض المصلى يعني يبتعدنا عن مكان الصلاة ويحضرنا يسمعنا الخطبة والتكبير وذكر الله عز وجل وهن متسترات متأدبات باب خروج السبيان إلى المصلى حدثنا عمر بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن عبد الرحمن قال سمعت بن عباس رضي الله عنهما قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدق وابن عباس كان قريبا من البلوغ رضي الله عنه باب استقبال الإمام الناس لخطبة العيد قال أبو سعيد رضي الله عنه قام النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الناس يعني عند خطبة حدثنا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن الشعب عن البراء رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى إلى البقيع مقبرة المدينة فصلى ركعتين أني في مصل العيد ثم أقبل علينا بوجهه وقال إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر هذا يبعيذ الأضحى ومن فعل ذلك فقد وافق سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله ليس من النسك به شيء فقام الرجل فقال يا رسول الله إني ذبحت وعندي جذع خير من مسنة قال اذبح ولا تفيع أحد بعدك الجذع من المعذ ما تجزي لابد تكون سنة كاملة باب العلم الذي بالمسل يعني علامة على مكان المسل حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عابس قال سميت بن عباس رضي الله عنهما قيل له أشهدت العيد أي أحضرت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ولولا مكاني من الصغر ما شهيت حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلب فصلى ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلال رضي الله عنه ووعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدق فرأيتهن يهوينا بأيديهن يخذفن في ثوب بلال أي يطرحن الصدق في ثوب بلال ثم انطلق هو وبلال إلى بيته صلى الله عليه وسلم لا يمس النساء بل يلقينا في ثوب بلال لأن مسل المرأة الأجنبية حرام باب موعظة لإمام النساء يوم الأيد حدثني إسحاق بن إبراهيم بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا بن جريد قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سميته يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى وبدأ بالصلاة ثم خطب فلما فرغ نزل وأتي فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكه على يد بلال رضي الله عنه وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء أصرق قلت لعطاء سكات يوم الفطر قال لا ولكن صدق يتصدقنا وعينئذ تلقي فتخها وهو الخاتم الكبير ويلقينا قلت أترى حقا على الإمام ذلك ويذكرهن قال إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلون قال ابن جريد وأخبرني الحسن ابن مسلم عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت الفطرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلون قبل الخطبة أي صلاة العين ثم يخطب بعد خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس بيده ثم أقبل يشقهم يشق الصفوف حتى جاء النساء معه بلال رضي الله عنه فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يباينك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترين بين أيديهن وأجلهن ولا يعصينك في معروف فبايحن ثم قال حين فرغ منها من قراءة الآية أنتن على ذلك أي أنتن تبايعنا على هذه الشروط وتتركن هذه المنهيات قالت امرأة واحدة منهم لم يجبه غيرها نعم نحن معاهدك على ذلك لا يدري حسن من هي قال فتصدقنا وبسط بلال رضي الله عنه ثوبه ثم قال هل أم لكن فداء أبي وأمي فيلقين الفتخ الخاتم الكبير والخواتيم في ثوب بلال صدق رضي الله عنهن قال عبد الرزاق الفتخ الخواتيم العظام كانت في الجاهلية فالمرأة تتصدق بما تملك بدون إذن زوجها إذا كان ذلك بما تملك باب إذا لم يكن لهاج الباب في العيد إذا كانت المرأة ليس لهاج الباب تلبسه حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حفصة بنت سيرين قالت كنا نمنع جوارينا أن يخرجنا يوم الأيد فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف فأتيتها فحدثت أن زوج أختها غزى مع النبي صلى الله عليه وسلم سنتي عشرة غزوة رضي الله عنه فكانت أختها معه بست غزوات فقالت فكنا نقوم على المرضى أي نعالج المرضى ونداوي الكلمة أي الجرحة فقالت يا رسول الله على إحدان بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج يعني يوم العيد فقال لتلبسها صاحبتها من جلبابها أن تستعير من أختها جلباب وتلبس وتحضر فليشهدنا الخير ودعوة المؤمنين قالت حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين فلما قدمت أم أعطية رضي الله عنها أتيتها فسألتها أسمعت في كذا وكذا قالت نعم بأبي أي أفديه بأبي وقل ما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي أي أفديه بأبي قال ليخرج العواتق ذوات الخدور أي البنات الأبكار المتسترات أو قال العواتق وذوات الخدور شك أيوب والحيض ويعتزل الحيض المصلى وليشهدنا الخير ودعوة المؤمنين قالت فقلت لها آه الحيض قالت نعم أليس الحيض تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا يعني تحضر صلاة العيد ولكن تبتعد عن مكان الصلاة تسمع الخطبة وتسمع التكبير وذكر الله عز وجل ودعاء المسلمين باب اعتزال الحيض المصل عن مكان الصلاة حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال قالت أم عطية رضي الله عنها أمرنا أن نخرج فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور قال ابن عون أو العواتق ذوات الخدور فأما الحيض ويشهدنا جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزن مصلاهم أن يبتعدنا عن مكان الصلاة باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلاة الأضحية حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر أو يذبح بالمصلى عن مصلى العيد لأنه ليس بمسجد باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور بن المعتمر عن الشعب عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة يعني ذبح الوضحية فتلك شات لحم ليست وضحية فقام أبو بردا ابن نيار رضي الله عنه فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شات لحم ليست وضحية لأنها قبل صلاة العيد قال فإن عندي عناق جذعة هي خير من شاتي لحم فهل تجزي عني قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك أن الجذعة من المعذ لا تجزي أما الجذعة من الضاء تجزي ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة